من أحضان الطبيعة وبين الشجر والغزلان والإطلالة اللي بتاخد العقل اخترت مكان بقدم أكل سوري والقعدة كتير عنده حلوة اليوم أنا موجودة بمطعم ماديرل موجود بند الشبا بقلب دبي أخذتكن اليوم معي بجولة لحتى ورجيكن الأجواء الساحرة اللي عندن وشو لحيقدمونا؟ تعالوا معنا حتى المحاي من جوا قعدوا بتاخد العقل بتحسوه مدموج مع الطبيعة العصافير من جوا والغزلان من برة وبتلاقوا الزراع من وين ما برمتوا راسكم بس هلأ خلينا نفوت بالجد لأنه الأكل على الطاولة صار بالعادة نحن متعاودين أنه الفهيتة بتكون يا جاج يا أم لحمة بس هون عاملينا يعني ميكس جاج ولحمة وضيفين عليها إضافة حلوة وحتى طريقة عملها بالمطبخ كانت ملفتة ومميزة وهلأ منبلش مع خبز التورتيلة أو تورتية طبعا أنا ناوية مكس من كل شي بس بالأول لازم حط الجوا جامولي والقشطة والحركات ندعمها يعني صوص الجوا جامولي هو من قطيب الصوصات اللي أنا بحبها كتير شخصيا يعني هذا الميكس طبع الأفوغادو والبندورا والليمون والبصل رهيب نحط ميكس ميكس عم نمكس نحن طبعا منزيدها لحمة دعمها مرة تانية بالشريم طبعا منحط فليفلة فليفلة وبصل يا عين والرشة السحرية الجبنة طبعا هاي جبنة تتشذر وهيك صارت مدرعة جاهزة للأكل فكرة كتير حلوة انهم مكسين اللي ثلاثة سوا فعلا الطعم خطيري يعني أنا بالعادة متعودة أكل الجاج بصراحة اللحمة ما كنت كتير أكل الفاهيتة لحمة بس هلأ كتير حبيت الميكس ومعون الشريم وهلأ خلصنا من الأطباق الغربية خلينا نفوت بالأكل السوري المقلوبة وما أدراك ما المقلوبة المقلوبة الفلسطينية أو الأردنية تختلف عن المقلوبة السورية المقلوبة الفلسطينية بيكون فيها زهرة وبطاطا تنعمل أوقات بجاج أما المقلوبة السورية الشامية يعني لما منحكي عقصولة بتكون بالموزات باللحمة وبيكون فيها بس بيت نجام ما فيها لا زهرة ولا بطاطا فلنشوف عاملين عقصولة يا ترى صراحة هاي الأكلة كتير بتذكرني ببيت أهلي وبالشام شايفين لحمة الموزات شكلها مربربة ومنلحقة بلبن مع أخيار صراحة المقلوبة الشامية أنا موين ما كان باكلها هاي الأكلة فعلاً رجعتني لأيام زمان وذكرتلي أيام لما أمي كانت تعمل عزايم وتقلب حط نجرة طبع المقلوبة أنا هاي الأكلة كتير كتير بحبها وبحبها حصراً بهاي الطريقة الشامية كمان معباية مكسرات ومننتقل لأختي المقلوبة الفريكي هلا الفريكي أنا بعرف إنه قمح بس كيف طريقة عمله وشلون بيعملوه أنا ما عندي فكرة فيارت يلي بيعرف يخبرنا بالكومنتات أكيد ما مننسى إنه كمان الفريكي هون مربربة بالموزات والمكسرات وما بنا ننسى البازاليا مثل ما ورجيتكم من قبل المقلوبة مع لبن بخيار هاي لبن بدون خيار الفريكي مطبوخة منيح على أصولة يعني اللحمة طريية كتير ومربربة يلي ما بيعرف إنه الشام مشهورة كتير بأكلات اللبن مثل شيخ المحشي كبة لبنية شاكرية والأكلات كلها لمطبوخة باللبن فهون أنا عندي شيخ المحشي أو كوسة بلبن بالنسبة للكوسة الموجودة هون هي عبارة عن كوسة محشية لحمة ومطبوخة باللبن يعني هذا اللبن لبن صخن يلي ما بيعرف طبعا وهي الأكلة بتتقدم مع رز بشعيرية أول الشي بصب الرز ومنجيب الكوسة بلبن كل هاي الأكلات عم بترجعني لأيام زمان وتذكرني بجمعات العيلة والعزايم شوفوا لي قديش محشية لحمة ونحطه هلأ مع رز وإلى المعدة بالشام أكلات اللبن بتطلع قوة الشيف اللي عم يطبخ أو سبت البيت اللي عم تطبخ وبصعوبة بالغة بتلاقوا مطعم بيعمل لبن مطبوخ على أصوله يعني يتلاقوه هيك كريمي بعض المطاعم بتلاقوه مبرغل برغلة شايفين يعني هون اللبن كيف؟ اللي ما فهم علي شو يعني مبرغل بتحسوا إنه اللبن فيه هيكي حبيبات أو مكبتل كبتل مصطلحاتي شامية أصول عم باكل أكل شامي بس للمعلومة إنه الواحد بعد أكلات اللبن بتجيه هيكي الارتخاء يعني الواحد بس بده يروحي ناو وأنا عم باكل الأكلات السورية خطرت عبالي شغلة وتذكرت شغلة كتير مهمة إنه نحنا أول ما بلشنا القناة على اليوتيوب كان بمطعم سوري موجود بدبي بلشنا بالأكل السوري والحمد لله إن شاء الله اللي عم بتابعنا يكون شاف هذا الفيديو ونحنا موصلين للمئة ألف خاتمينا بالمئة ألف طبعا بأكل سوري يعني كان الأكل السوري وش خير علينا فتحنا في القناة وإن شاء الله حنوصل فيه للمئة ألف أولتكم مع أول فيديو المليون يكون أكل سوري ولا شو بتتوقعوا يا ترى كتير عالم كان بتكتب لنا على الكومنتات أنه أنتو ما عم بتصوروا أكل سوري ما عم بتصوروا أكل سوري نحنا لأنه من العشاق التجارة واللي جديدة أنا هاي الأكلات كلها بحبها كتير وبعشاقة يعني وأنا أهلي دائما بيتبخوها فمتعود عليها فأنا كتير بحب جرب يعني نحنا كتير من العالم بنحب نجرب الأكلات الثانية ونعرفكن عليها فهذا ما بيمنع أنه عم نورجيكم كمان أكلات سورية وشامية تقليدية قديمة ومتل ما قلت لكم قبل شوي أنه أكلات اللبن بترخي وبتنعس هيك وبتتخليكم بيمود أنه أنتو بس بتكن ترتخوا فأنا هلأ صار لازم وقت أني أعود استهج بهي الأطلالة الحلوة مع نفس أرقيلة وأختم هذا الفيديو فإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعلموننا لايك وشيروا يلي معامل سبسكرايب يروح يعمل سبسكرايب وابعنا على السوشيال ميديا على الإنستجرام وعالفيسبوك وعالتيكتاب وعالسنابشات نشوفكم بالحلقات الجاية سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة